بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الخامس من الفصل الثاني لمكرر هندس البرمجيات في الجزء ده جماعة نتكلم عن موضوع اسمه reuse oriented software engineering يعني إيه يا جماعة؟ بيقولك في كلمة reuse oriented software engineering معناه نبقى عندك برنامج وتعيد استخدامه مرة أخرى وتضيف عليه إمكانيات وتحسينات علشان يبقى برنامج جديد بمواصفات سابقة ولكن بعد تحديثات عليها يعني بيبقى عندك برنامج بتضيف له شوية معالم جديدة بحيث يناسب العميل الجديد معناه جماعة إذا انت كده معناه انك انت بتعيد استخدام برنامج عندك عشان جده جاد كلمة reuse oriented معناه جماعة طيب المرحل وبقى هتبقى زى المرحل لقابلي كده هنشوف مع بعض دلوقتي تمام؟ في بعض الأحيانة جماعة بيسموا الطريقة ديتا طريقة the reusing commercial of the shelf يعني إيه؟ عن الطريقة تجارية وبتستخدم حاجات عندك كانت موجودة في المخزن عندك على الشلف على الشلف كانت مركونة عندك عملت إعاد استخدام لها تاني معنا يا جماعة؟ طيب مراحلها تبقى عاملة مراحلها بالأول ايه؟ بقى بقى نقولك مش كده انت بقى بتشوف البرنامج القديم اللي عندك تحلل مكوناته الاول هل تنفعك؟ طب ايه المكونات اللي تنفعك؟ ايه المكونات اللي ما تنفعش؟ طب ايه المكونات اللي ممكن نعمل عليها ايه؟ تعديل اه دي اول مرحلة component analysis component analysis لمين؟ للمكونات القديمة تمام؟ وبعد كده بقى تشوف متطلباتك بقى هل ايه التعدلات اللي ممكن تحصل على المكونات القديمة دي عشان تاخد البرنامج الجديد بتاعك بالمواصفات الجديدة يبقى requirements is ايه؟ modification تحدد التعديل عليها على المتطلبات وبعد كده تعمل design جديد لكن بالreuse بقى بتعديل استخدام الديزاين القديم وبتعمل design جديد وبعد كده التطوير والانتجريشن وتكامل الاجزاء كلها مع بعضها تمام؟ وبيقولها بالوقت يا جماعة معظم الصوفتوير اللي بيتبنى دلوقت حديثا وخصصا في business system في الانظمة التجارية بتستخدم الreuse oriented software جميل تعال نشوف الكلام ده بقى بشكل زي ما انت شايف كده زي ما اتفقنا requirements specification component analysis تحليل الى العنصر القديم requirements modification تعديلات انت مطلوبة وانت هتعملها ان شاء الله على مين المكونات القديمة وبعد كده system design with reused بتعمل تصميم بإيه؟ باستخدام التصميم القديم باستخدام عليه شواء التحديثات وبعد كده بتعمل تطوير وتكامل integration وبعد كده system validation اللي هو الاختبار في الاخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة